يا مساء خير ويا أهلا وسهلا بحضرتكم اتحيل اتحيل الفريق القطري اللي يمكن الحقيقة كان موقع أو محل بحث بشكل كبير جدا من جماهير النادي الأهلي بمجرد انتهاء قرعة كاس العالم للأندية خليني بس أول أو أتفق مع حضرتكم في البداية قبل ما نقرب أكتر من الفريق ونقاط قوته ونقاط ضعفه وأهم الليعابين فيه نتفق على قاعدة واضحة وثابتة جدا إنه قوة أي فريق تقاص دايما بمستوى وقوة المنافسين يعني إيه؟ يعني لما اتكلم على فريق الدحيل واجئ قيمه ما ينفعش أخذ انطباعي الأول أو حكمي على هذا الفريق من وقع منافسته لفرق دوري القطري لأنه مع كامل احترام طبعا للدوري القطري لفرق قطر هي فرق مستوى إلى حد كبير جدا ما بتقدمش دوري قوي لما يجي أقارن فريق مثلا مثلا زي الفرق اللي مع الأهلي في مجموعته في دوري أبطال إفريقيا زي سينبا التنزاني أو فيتا كلوب الكونغولي أو المريخ السوداني وقارنهم بمستوى الفرق اللي بينفسهم في الدوري هاجد انه هو فريق متفوق جدا وفريق قوي جدا لكن لما يجي حطه في مسابقة زي دوري الأبطال وسط كبار إفريقيا سانداونز الرجاء الأهلي الزمالك الترجي الملودية هلاقي انه مش بنفس القوة أو مش هيقدر يكون عنده قدرة على انه يقدم نفس المستويات أنا بشوف انه ده ينطبق بشكل كبير جدا على فريق ادحال القطري على الرغم من قدرته الشرائية أو قويته الشرائية الكبيرة جدا وعلى الرغم انه هو بيدم كتير من النجوم المتميزة لكن أنا هبتدي مع حضراتكم بمشوار ادحال في بطولة دوري أبطال أسيا للموسم الأخير الحقيقة يمكن الفريق في دوري المجموعات حل تالت يعني مركزه كانت تالت في مجموعة ضمت مجموعة من أربع فرق زي ما حضراتكم شايفين برسيوبلس ده فريق إيراني تصدر المجموعة بريس فوليس فريق إيراني تصدر المجموعة برصيد عشر نقاط بيجي في المركز الثاني في نفس المجموعة فريق التعاون السعودي برصيد تسع نقاط أما الدحيل القطري فيجي في مركز ثالث في المجموعة برصيد تسع نقاط وطبعا ما قادرش يكمل مشوار والشرق الإماراتي في المركز الرابع برصيد سبع نقاط من ردود الأفعال الرصدناها زي ما كان في مصر ردود أفعال على مواجهة الدحيل كان فيه برضو في قطر ردود أفعال على وقوع الدحيل صاحب الأرض والضيافة في مواجهة النادي الأهلي بطل إفريقيا والحقيقة من وجهة نظرهم أكتر لانطبعات كانت بتتكلم على أنه القرعة ظلمت الدحيل أنها وقعته في طريق النادي الأهلي المصري بالعكس خليني أقول لحضراتكم أنه أولسن هيندي الفريق اللي هو بطل قارة أسيا بطل دهوري أبطال أسيا واللي موجود في بطولة كاس العالم للأندية واللي مفترض طبعا أنه الدحيل لم يتأهل أو لم يتقدم في مشوار البطولة دي هذا الفريق اللي فاز بالبطولة كانوا في قطر يتمنوا مواجهته في كاس العالم للأندية عن أنهم يقابلوا النادي الأهلي المصري بالأرقام هنستعرض مع حضراتكم أهم اللاعبين في فريق الدحيل القطري وخليني أقول لحضراتكم زي ما قلت في البداية أنه أكتر الحاجات اللي بتميز الفريق الدحيل هو خط هجومه الحقيقة بيدوم التلات لعبين على مستوى عالي جدا هنستعرض مع حضراتكم وهم تقريبا اللي مسجدين معظم أهداف الفريق في المواجهات اللي لعبها في الموسم الحالي أول بروفايل معنا هيكون لدودو أو إدواردو والعيب الحقيقة يمكن يكون قصير القامة لكنه جناح أيصر ممتاز بيمتلك سرعة بيمتلك مهارة بيمتلك قدرة على المراوغة بيلعب برقم 77 ومركزه في وسط الملعب طوله 166 سنتي مش طويل قوي ولكن بيتماس بسرعة كبيرة جدا عنده 29 سنة وجنسيته برازيلي وعدد المباريات اللي خضها لغاية النهاردة 15 مباراة بروفايل إدواردو أو دودو بيقول أنه هو سجل عشر أهداف ودي أعلى نسبة سجلها لعب في فريق الدحيل وإن كان بيشاركوا فيها إدميلسن صناعة الأهداف 8 أهداف والتصويب على المرمة 9.54 على فكرة دودو كان لعب قبل كده وشارك بشكل رسمي مع منتخب البرازيل وشارك معهم أعتقد في ثلاث مباريات التمريات الصحيحة ونسبتها 563 تمريرة بنسبة 81% المراوغات الصحيحة 104 والتروباس أو التمريرات البينية 18 تمريرة ده إدميلسن والحقيقة إدميلسن بشوفه أنا هو اللعب رقم 10 في فريق الدحيل وبشوفه أنه واحد يعني من أخطر وأفضل اللعبين اللي بتمتلكهم فرقة تحيل قطرية لعب وسط ملعب بيتمايز بالطول والسرعة في نفس الوقت ومراوغ على أعلى مستوى طوله 180 سنتي عنده 26 سنة برازيل الجنسية برضو لعب 11 مباراة من إجمالي عدد المباريات وإن كان الحقيقة برضو بيتصدر قائمة هداف الفريق برصيد 10 أهداف الأسست أو صناعة الأهداف قدر يعمل أربعة أسست عنده قدرة كمان على التصويب على المرمى 38 تصويبة منهم 20 بين الثلاث خشبات بالنسبة للتمرير نسبة التمريرات الصحيحة من 384 تمريرة نسبة تمريرات صحيحة 78 في المية المراوغات 62 مراوغة التمريرات البينية الصحيحة 8 تمريرات والعرضيات 64 كرة عرضية المعز والمعز الحقيقة يمكن كان هداف أسيا وحضراتكم يمكن يكون أكتر لعيب الجماهير المصرية قربت منه أو تعرفت عليه بشكل كبير جدا وإن كان الحقيقة المعز اللي شوفناه السنة دي يختلف بشكل كبير عن المعز اللي تابعناه السنة اللي فاتت الحقيقة المعز طبعا بيحمل رقم 19 مركزه مهاجم صريح رقم 9 الطول 180 سنتي والعمر 24 سنة الجنسية قطري وعدد المباراة اللي لعيبها الموسم ده 15 مباراة المعز من حيث الأهداف بيحتل المركز الثالث قدر يسجل ست أهداف أما من حيث صناعة الأهداف فجي في المركز الثاني برصيد خمسة أسست أو خمسة صناعات هدف التصويب على المرمى 29 تصويب التمريرات أو نسبة التمريرات بـ 28 تمريرة منهم 77% نسبة الدقة أو الصحة في التمريرات والقدرة على المراوغات الصحيحة كانت 20 مراوغة دول أهم ثلاث لعبين من ناحية الهجوم قلت لحضراتكم أنه الدحيل كمان بيعاني بشكل كبير من ناحية دفاعية ويمكن ده يترجم في عدد الأهداف الكبيرة جدا للاستقبلتها شباكو نتكلم على 21 هدف بروفايل محمد الباكري حارس المرمى رقم واحد طبعا بيلعب في مركز حارس المرمى طوله 178 سنطي العمر 23 سنة الجنسية قطري لقى 9 مطشاط ودخل مرمى 15 هدف قدر أنه يتصدى لـ 29 تصويبة من 44 تصويبة صددت على مرمى وقدر يخرج في مباراة واحدة فقط بكلين شيت دول أهم اللعابين هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة مرة تانية